مشهد للقبار فقط أكرر للقبار فقط يبدأ المشهد في غرفة النوم ليلة الزفاف حبيبتي خلاص بقيت حلالي وبقينا مع بعض في بيت واحد حبيبي أنا مش مصدقة نفسي أخيرا حلمنا تحقق وبقينا مع بعض في بيت واحد لأ وكمان يا حبيبتي فوق ده واحد الله بقى يا حبيبي ما تكسفنيش حبيبتي عايز أقولك على حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ حياتنا أنا عايز أبدأ حياتي معيكي بصراحة وراحة ومن غير مشاكل خير يا حبيبي ألقتني ممكن تتكلم على طول بص يا حبيبتي ما منوح تتكلم مع أي راجل سواء غريب أو قريب على النت أو غير النت ليه يا حبيبي هو أنت مش واثق فيه ولا أي ليه يا حبيبتي الموضوع مش موضوع ثقة الموضوع أنت دلوقتي ست متجاوزة ومسؤولة من الراجل يعني ما نفش تتكلم مع راجل غريب في أي حاجة ولا تقولي لي بقى ابن خالك ابن خالتك زميلك في الشغل والكلام ده لأن حبيبتي ما اجتمع رجل وامرأة إلا وسالسهما الشيطان حاضر يا حبيبي اللي تؤمر بي أنا هنفزه شطورة حبيبة قلبي أنت كده زوجة مطيعة طبعا يا حبيبي أنت كمان هتعمل زي برضو لا طبعا يا حبيبتي أنا راجل وبعدين أنا بتكلم مع بنات الناس بأسلوب محترم ومؤدب طب يا حبيبي ما هم كمان بتكلموا معي بأسلوب محترم ومؤدب إيه المشكلة يعني لا يا حبيبتي أنت ما تعرفيش نواياهم إيه يا سلام بقولي يا حبيبتي مش كيفية كلام بقى النهاردة ليلة فرحنا ليلة العمر ولا إيه وينتهي الحوار عند هذا الحد من الحديث العقيم وتنطفئ الأنقر الأبطال حسب الظهور حبيبي زوج أنيني حبيبتي زوجة مطيعة رسالة إلى زوج العزيز رجاء ما لا تقبله على نفسك كزوج لا تقبله على غيرك من الأزواج الآخرين وما لا تقبله على زوجتك لا تقبله على زوجة غيرك فكما تدين تدين